اشتركوا في القناة المناطق الوسطى والهضاب العليا والمناطق الشرقية ستكون امطار اكثر غزارة على المناطق الشرقية الداخلية والساحلية منها ستكون جد معتبرة خاصة على مناطق سنتينة ميلا سطيف جيجل وايضا بيجايا وايضا سكيكدا وايضا الى غاية ولاية اعنى باثلوش ايضا ستكون حاضرة على كل مناطق الشرقية والاوراس مناطق الوسطى والهضاب العليا والمناطق الغربية المناطق الشرقية ستكون علو تساقط الثلوج على 500 و 600 متر المناطق الوسطى والغربية يكون ما بين 600 إلى 700 متر إن شاء الله متابعين أكرام خلال فترة مسائية اليوم 26 نجام في كما قلنا ستتواصل الأجواء الشتوية والعواصف الثلجية على كل مناطق الشرقية والأوراس مع أمطار غزيرة ومعتبر على كل سوحلة الشرقية الوسطى والغربية أيضا الثلوج تتواصل على المناطق الغربية المناطق الصحراوية الجديد تبقى الأجواء صحة ومشمسة مع أجواء باردة جدا خلال فترات الليلية والفترة الصباحية متابعين سنوافقكم بتفاصيل مهمة إن شاء الله لاحقا هناك تحديثات جد مباشرة وقوية جدا خلال فترة المقبلة وخلال أيضا شهر فيفري سنوافقكم بتفاصيل مهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته